شكرا لزمالاء و أهلا بكم في النشاة الرياضية حقق منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد فوزا مستحقا على نظيره الكويتي بـ 34 هدفا مقابل 26 و ذلك في الجولة الثالثة من الدور التمهيدي للتصفية الأسيوية المؤهلة لباريس 2024 بهذا الفوز ارتفع رصيد منتخبنا الوطني إلى أربع نقاط خلف المتصدر نظيره اليابانية و من المقرر أن يلتقي المنتخب البحريني نظيره الإيراني غدا الثلاثاء في ختام الدور الأول لتحديد المتأهل إلى المربع الذهبية حقق فريق الحد أول انتصار له في مشواره بدور ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم و ذلك بعد فوزه على الحالة بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على أستاذ الشيخ علي بن محمد الخليفة في عراد ضمن منافسة الجولة الرابعة طلال الشروقي تقدم للحد من علامة الجزاء مع الدقيقة الخامسة والعشرين و أضاف اللعب جاكويس الهدف الثاني في الدقيقة السادسة والخمسين بهذا الفوز رفع فريق الحد رصيده إلى ثلاث نقاط بينما تجرع فريق الحالة خسرتها الثانية وبقي رصيده على ست نقاط في المباراة الثانية لحساب الجولة ذاتها والتي احتضنها ملعب مدينة خليفة الرياضية خرجها فريقاء المنامة و سترة بالتعادل السلبي بين الفريقين ليتقاسم الفريقان النقاط وإصبح رصيد المنامة أربع نقاط ولسترة نقطتين فقط شارك الوفد البحريني البار أولمبي في افتتاح منافسات دورة الألعاب البار أولمبي الأسيوية الرابعة والتي تقام في مدينة هانكشو الصينية حتى الثامن والعشرين من أكتوبر الجاري وذلك بمشاركة ثلاثة ألاف ومائة رياضي ورياضية يمثلون أربع وأربعين أولة أسيوية ويتنافسون في اثنتين وعشرين لعبة بار أولمبيا هذا وقد شارك اللعب أحمد مشامع بحمل أشعلة البار أولمبيا في حفل الافتتاح الذي أقيم في الملعب الأولمبي بينما قام اللعبان أمل فردان ومحمد الشوك بحمل العلم البحرينية